طيب نروح بعد كده طبعا احنا اتكلمنا على مسحة الفريق اتكلمنا على عودة الدوليين كلهم راجعوا وكانوا موجودين النهاردة باستثناء بدر بنون ان شاء الله يرجع بالسلامة خليني اقول لحضراتكم قصة الشناوي قصة النني انا قاسر النني وفيه كلام كتير عن النني بقاله اكثر من شهر حتى يمكن من شهر سبتمبر لو حضراتكم تتذكروا كان فيه كلام كتير على رغبة جلاتة سراي في انه يضم محمد النني اللي مش بيمر بافضل فتراته مع الارسنال النني في الفترة الاخيرة يمكن هو الموصل ده ما شاركش غير مباراة واحدة صحيح كان عنده صوبة وراجع منها ولكن الحقيقة حتى يمكن اشيد بنني مع منتخب مصر انا دايما كنت بقول انه انني امكانياته تسمح له بانه تأثيره مع المنتخب يبقى احسن من كده بكتير انا شفته في مطشين ليبيا الحقيقة اجاد بشكل كبير جدا واستعد جزء كبير من مستوى وظهرت امكانياته النني من اللعيبة اللي لازم يكون عمود فقري للفريق يعني فيه لعيبة كده دايما تحطها وتحط بعد منها التشكيل وانا بشوف انه النني بامكانياته لازم يكون واحد من دول وبيتهيق ليه في طريقه لده ان شاء الله لكن طول ما هو بعيد عن مشاركة مع ارسنال انا بشوف انها مش في مصلحته اه الارسنال نادي كبير وانه العيب مصري يلعب في الدورة الانجليزية اساسا ومش في الدورة الانجليزية بس انت تكلم على واحد من اقبل اندال انجليزية تاريخ وبطولات وابا الى اخره صحيح انه الارسنال نفسه بيعاني بس ده ما يمنعش ان الارسنال حلم كبير جدا لكل اللعيب المصري لكن في النهاية في النهاية عدم المشاركة يتلقى لاعب يعني يا فرحتي ان انا بقى بلعب او اسمي بلعب في ريال مدريد او على قيمة ريال مدريد لكن انا ببشاركش وتقضي سنين حياتك بتعدي وانت موجود على الدكة وبتلعب في التمرينات بس وبالتالي انا اعتقد والمفاوضات دخلت في منحة جديد المنحة ده انه في رقبة قوية جدا من جلاتة سراي انها تضم محمد النني في الانتقالات الشتوية وتفتحت باب المفاوضات مع الارسنال بالنحية وتفتحت كمان حلقة التواصل مع النني الليد ده اشارة بانه موافق يعني غالبا غالبا مع الانتقالات الشتوية محمد النني هيكون موجود في الدولة التركية وتحديدا مع جلاتة سراي